أيها الشعب التونسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيس معالج من نيويورك اليوم في هذا الفيديو يا شعبنا الغالي والعزيز كما وعدكم البارح أنه مش نعمل فيديو خاص بتمكين الإسرائيلي من دخول الأراضي التونسية الشريفة وتمكينه من الاحتفاظ بجواز السفر في تونس هذه خطوة خطيرة وخطيرة 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 وقع تقول خطيرة حتى ليني تقطع عليك نفس وآخر هالخطورة هذه سوف تؤدي بتونس إلى الاحتلال كما حصل في فلسطين في سنوات 1947 و48 والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين وكذلك توفلي في 2014 سوف يقع الاستيطان الإسرائيلي والصهيوني في تونس بح أشنو اللي صار مش نعطيكم لي ما يعرفنيش قيس معالج يعرف الي اليوم شكونوا قيس معالج قيس معالج أين قبلوا اللي يعرفوني وهذه أمال كربول أو كربولة أو بشولة سمحوني في كلمة أول مرة بش اسمعوا مني كلمة كلمة واحدة خائبة عذروني فيها أمال كربولة يهودية يهودية والصهيونية وإسرائيلية اللي تحبوا قولوا عليها قولوا وهي لم تزر فقط إسرائيل بل هي مواطنة عندها الإقامة الإسرائيلية واللي يحب يمشي يبحث في تاريخها يبحث والبحث يجيب بح مش يقول الناس جيب الدليل مش مش نجيب أنا دليل جيبه أنت بح أشنو مش نقول قيس معالج هو صاحب وكالة أسفار في تونس في وقت اللي كان قبل للألفين وخمسة واسمها النصر للأسفار والرحلات كان المكان متاحها العنوان 57 شارع ومعاوية بنبي صفيان المنزه السادس كنت نجيب سواح من بره ومن بين هالسواحة ذوما تعاملت مع شركة أسفار فلسطينية موجودة في فلسطين المحتلة واسمها بالضبط راحة ترافل راحة ترافل واللي يحب يمشي يشوف في إدارة الحدود والأجانب يشوف النصر ترافل ومعاملاتها مع شركة راحة ترافل وكيفاش كنت نجيب السواحة الفلسطينيين لتونس في هالسواحة ذوما الفلسطينيين اللي كنت نجيبهم فما منهم تقريبا ستة ولا سبعة ما عندهم جواز سفر فلسطيني عندهم جواز سفر إسرائيلي بح شنو اللي نعملوا نحنا كنعملوا ريسيبتيف في السياحة يجب نبعثوا فاكس لإدارة الحدود والأجانب في وزارة الداخلية نبعثوا لهم ليست دي باساجي مع رقم جواز السفر والجنسية لما جاء هالجروب هذي وكنت نجيب جروبات هذوما هذوما اللي عندهم جواز سفر إسرائيلي يحتفظ بجواز السفر متاحهم في نقاط الدخول أي في المطارات ويحتفظ بجواز السفر ويعطيوهم ورقة ورقة مكتوبة حتى بليد هما يسميوها لسي باسي ما يعطيوهش الجواز السفر متاحه ويعطيوها لسي باسي بش يدخل به تونس وعند المغادرة يرجع السائح يرجع هذاك اللي سي باسي لإدارة حدود والأجانب ويعطيوها باسبورو ويغادر هذي اللي معمول به وقته في عهد الفساد اللي تقوله فساد متاع الرئيس السابق زين العبدين بن علي ووقتها الترابلسية كانوا مشدين السياحة في تونس هذا وقت الفساد واليوم وقت الفساد الكبير بح أمال كربولا أنت يا أختي العزيزة هاتي مقلك إبراهيم القصاص هزي روايبتك وكلاسورك ورحلي أنا مش نزيدك وكلاسورك وباسبورك ورحلي عند رئيس وزرائك بن يمين نتانياهو في إسرائيل لماذا؟ لأنه هذا تمكين السقح الإسرائيلي من الدخول إلى الأراضي التونسية عنده تفسير واحد ما تماش عشرين ألف تفسير وهو تمكين الإسرائيلي الجنسية أي شخص عنده الجنسية الإسرائيلية من الاحتفاظ بالجواسب السفر المتاعه في تونس اللي غرض واحد وما عندهش تفسير آخر واللي يحب يعطيني تفسير آخر يتفضل وهو اشتراء واقتناء العقارات والأراضي التونسية بهدف البناء المشاريع والبناء البيوت بيوت خاصة أو المستوطنات الشنوه؟ المستوطنات يا بابا يا سيدي بن سيدي راهو أمال كربول وهالحكومة الكلبة ورئيس الجمهورية البلعوت المنصف محمد مرزوقي لأول اجتماع صار في قصر قرطاج جاب الرباع الرباع هو المتاع اليهود في تونس وجاء واعتذر منه الله أعلم ارشعوا للتاريخ وتشوفوا يا توانس ذاكرتكم ضعيفة شوية اللي حبوا يجيبوا اليهود الإسرائيليين الصهاينة ما عندي حتى مشكل مع اليهود اسمع دي ما نقولها اليهود والمسيحيين والمسلمين كلهم أديان سماوية جابها سيدنا إبراهيم ولكن الصهاينة الإسرائيليين المحتلين ومختصبي الأراضي العربية الفلسطينية واللي مش يختصبوا الأراضي العربية التونسية ذوما ما عناش ما نحكيه معاهم وما فماش ويجب منعهم وعمل خط أحمر بش دخولهم إلى تونس اللي حبيت نقول هو أنه ابدأ بجربة جربة أكيد مياه في مياه سوف يعلنها رئيس الجمهورية المؤقد الترطور البلعوت منطقة عسكرية محظورة ويسلمها إلى دولة الاستعمار والاحتلال الصهيوني إسرائيل وتدخل في هذيك عليش لا ينجم يعمل كما في أوكرانيا يعمل استفتاء شعبي للجالية اللاهودية في تونس وضمها إلى إسرائيل والله فكرة مرزوق يعملها يجب منع دخول الإسرائيلي إلى تونس بجواز السفر ومنعه ويجب أن المجلس التأسيسي يتحرك حما 81 تقريبا 81 نائب ومرافضين لازم تمنعه وتخرجه قانون قانون يمنع الإسرائيلي الجنسية من اقتناء شبر أرض في تونس لأن ذلك الخطوة هذه تمكين اليهودي أو الإسرائيلي أو الصهيوني من دخول الأراضي التونسية بجواز السفر الإسرائيلي هي خطوة أولى وتليها خطوات خطوات من بينها اشتراء الأراضي والعقارات ثانيا بناء ممكن بناء الجدار العازل ويحصروا توانسة يحصرهم والله أعلم كالمناطق المحظورة اللي أعلمها أعلنها الترطور المفدة منصف الفدة المنصف المرزوقي أعلنها بالك شي مش يعطيوها الإسرائيل ويضموها إلى الاحتلال الصهيوني وبعد ذلك يجيبوا فيها اليهود وبرك الله فيكم ومرحبا وتونس يقعدوا يقرشوا منها يقرشوا منها يقرشوا منها ويدزوا الشعب التونسي حاجة حبيت أن أكدها هو أنه توزر سمعت في مطار توزر سوف تلغي الخطوط التونسية رحلاتها إلى ذلك المطار وهذا كذلك خطوة يعني في توزر يعني الموارد الوحيدة هي السياحة عندهم أهم موارد هو السياحة ويحبوا يوقفوا عليهم هذلك بش الشباب والشعب التونسي اللي ساكن في توزر يغادر هالمناطق هذه وضموها إلى الاحتلال تونس يا شعب تونس راي قاعدة تضيع منك فيق 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 راهوا لعبة كبيرة ومؤامرة كبيرة وإذا ما تفيقش توى يرحمك الرحمن لذلك يا أمال كربولا وزارة السياحة نعرفها بالجداب وعدي تحياتي فيها لا تليقوا بيكي يا عميلة يا صهيونية يا إسرائيلية جيب تاريخك إذا كانك مرأة وتقول بروحك وتقول بروحك أنك مثقفة حتى في الخطاب أول كلمة عملتها لما أعطاوك المنصب كلمك ما هوش متاع وزيرة لذلك أنت صهيونية أنت إسرائيلية أنت كلبة بنت كلب مع رئيسك المفدى البلعوت المنصف المرزوقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شعب تونس رد بالكم التوطين رأوا قاعدين يلعبوا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته